موسيقى سبح نور نهاركم طيب مرحبا بالنس لكل سبح جيد ونهار جيد نبدأه معكم اليوم الخميس نتقابله في اخر ايامات شهر فيفري ان شاء الله يكون مارس مبروك على الناس لكل ان شاء الله يكون شهر في برشة فورما برشة نشاط وبرشة اخبار ايجابية اخبارنا اللي نبدأ بها كما كل يوم من خلال الصحاف ومن خلال الانترنت ونعم نطلع ونشوفوا شنون اللي فهم جديد وشنون اللي ساير فيه ونسبح نور حسيم ونسبح نور كوثر أهلا وسهلا بك نهاركم زين يومك صعيد قبل ما نبدأ معكم بالاخبار نستقبلو محرز اللي جينا ويجي بنا اخبار تقس انتع اليوم ولا يمات اللي جي بما انه اليوم اخر موعد في الاسبوع هذي يدونك ناخد فكرة على الويكاند شنوال اللي يستنى فينا في تقس اليوم مرحبا بيك محرز نهار كثير صباح لانوار مرحبا بيك فاتن مرحبا بحسيم كوثر كل مشاهدي القناة الوطنية الاولى صحيح اليوم مش نوضعو شهر فيفري ما اليوم نستقبلو رسميا انتلاقة فصل جديد اليوم اول يمات فصل الربيع نتمنىولي بيش يكون وعد من حيث الامطار خاصة في المناطق اللي ما شاهدتش تسقطات كبيرة كما مناطق الوسط وايضا الجنوب ومواشرات الصحة والاستقرار هي ميزة ايضا انتلاقة نهار اليوم وقالنتا ممكن بالفترات الباردة لميزة انتلاقة هذا الاسبوع ويش نحكيه اتباعا على مميزات الوضع الجوي وتطور الوضعية الجوية خلال الدقائق القادمة من الانتلاقة تكون كالعادة بمعلومة اليوم البرحة حكينا على المركز الامريكي وممكن النموذج الامريكي اللي عنده اهمية كبيرة في تغطية تقريبا كل الارض وتقديم توقعات جوية رقمية اليوم باش نحكيه على المركز الاوروبي وتقريبا المركز الاوروبي الاختصاص متاعه هو توقعات الجوية على المدى المتوسط الاهمية متاع المعطيات اللي يقدمها وايضا توقعات الجوية رقمية تكمن في كونه يعتبر الاول وفيما يخص ممكن هامش الخطأ اللي يعتبر نسبيا منخفض على المدى المتوسط يقدم قراءات وتصورات مستقبلية للسيناريوات المتوقعة لمختلف عناصر الجوية على مدة 24 ساعة تقريبا فيما يخص توقعات الجوية ممكن توصل حتى الـ 15 يوم التحديث يكون بنسق مرتين على مدار الـ 24 ساعة اما ايضا الأهمية تكمن في تقديم توقعات الجوية الموسمية توقعات الجوية الفصلية كيف توقعات الجوية خاصة بالمحيطات حتى فيما يخص ممكن جانب تلوث هذه معلومة اليوم ونحكيوه على تطور الوضع الجوي كيف يكون تقصي اليوم مع انتلاقة الفصل الجديد وخاصة نهاية الأسبوع نعرف تكثر البرامج مع حلول نهاية الأسبوع وفيما يخص انتلاقة نهار كما كنت نحكي وكما نجم نشوفه من خلال تسلسل لسور القمر الاسطناع لما يسحل تسماءه وظهور بعض الصحاب والتي تواصلت محليا كثيفة في مناطق الجنوب الشرقي تقريبا ما نحن نعيشه تغييرات حرارية كبيرة ممكن ما نزلنا معنيين بنساق تصعود في درجات الحرارة ومؤشرات الصحو تتأكد من هنا حتى نهاية الأسبوع أما ردو بلنا من انخفاض ممكن عنصر الضغط الجوي في خليج جنوب وهو ليس أثر بصيفة مباشرة على بلادنا ونحكيوه على الحركية العالية وشدة الرياح التي تطلب منها كل اليقظة والحذر باعتبار أن سرعتها تكون في مستوى 60 كم في الساعة في المناطق الساحلية الشمالية وأتبعا لذلك ما زلت النشرات الجوية التحذيرية سيرية المفعول خاصة في منطقتين سيرات خليج تونس وأيضا خليج حمامات وجهة الساحل بالنسبة لفترة ما بعد الظهر وباش نقدم لكم قراءة سريعة لدرجات الحرارة المتوقعة بمختلف ولاية بلادنا فيما خص مناطق الشمال فببنزارت نتوقع تزيل 16 درجة 18 بقليم تونس الكبرى بالنسبة لجهة لطن القبلي حرقوس وبشكون في مستوى 17 18 بقليبيا 18 بنابل 17 بزوان تقريبا في نفس المستويات في مناطق الشمال الغربي ممكن بسجله 17 درجة في جندوبخ 15 في الكيف في سليانة و 16 درجة في باجة أقل نسبيا بتالة بالنسبة لقيروان بشتوس الحرقوس والمستوى 19 درجة 18 بسوسة بالمنسير 17 بالمهدية بالنسبة لمناطق الجنوب الشرقي بسفاقس نتوقع تزيل 19 درجة 17 بقابس 18 بجربة 16 بمدنين في مناطق الجنوب الغربي فمن المتوقع درجة حرارة بسكون أعلى نسبيا وبيقس الجنوب بالبرمة وببرج الخضراء حرارة بسكون في مستوى 17 درجة تطور الوضع الجوي بالنسبة ليوم الغد وما بعد يوم الغد كيفما نجم نشوفه مازالت الحركية العالية لتميز الوضع الجوي سرعة الرياح التي تطلب منها كل اليقظة والحذر تقريبا سرعتها بسكون في مستوى 70 كم في الساعة في سواحلنا الشمالية اتباعا لذلك البحر يكون هائج بالشمال مضترفة شديدة للتراب بالسواحل الشرقية لبلادنا خليج حمامات وجهة الساحل وصولا لمنطقة تشابة وقليلة للتراب في خليج جابس تقريبا درجة الحرارة مستحبة في مستويات مقبولة ظهرا وممكن بيستوصل محاليا للمستوى أو العاشينات في مناطق الجنوب ونتوقع ظهور بعض الصحاب العبر ويتكون أكثر كثافة في مناطق أقصى شمال بنسبة اليوم السبت مبدئيا بيستواصل الأجواء على نفس الوطيرة ما نحن نحن نعيش وتغييرات كبيرة نسق تصعدي في درجات الحرارة أمره نهار لحد نتوقع أنخفة تفيف بدرجة أو بدرجتين مقارنة بالأرقام الموجودة قدامنا على الشاشة هذه قراءتنا الأولية وفق الموطيات الحالية تلقوا كل التحديثات تلقوا كل تطورات الوضع الجوي على قنوات التصال خاصة بالتلفزة الوطنية بالمعهد الوطني لرس دجوي ومدخلاتنا اليوم تلقاها كالعادة في صفحة البرنامج في تونس شكرا لك محرز يعطيك صحة نمشي مباشرة معك وثورو ناخذ فكرة على أبرز المقالات لسعد رب تاريخ اليوم مرحبا بك فاتن من جديد تحية طيبة لك ولكفة المشاهدين مش نبدأوا الموضوع وصحافة اليوم وأهم العنوين منين وقفنا البرح بخصوص نتائج سبر الآراء ومؤسسات سبر الآراء القانون المنظم لهذه المؤسسات وتنظيمها والقطاع هذي اللي لازم يتنظم الصحافة تتابع الموضوع هذي وتقول مؤسسات استطلاع الرأي في تونس سبر الآراء أو اللعب بالوكيلة وتقول ندخل اليوم منطقة المغالطات الكبرى منطقة المغالطات المنطقية التي تقدم لنا مجموعة من ناتج سلبية كانت أو إيجابية وتنسى أن تقدم لنا الحجج التي تؤكدها ما يشبه تشهيد بناية شهقة تسقط مع أول شهقة ريح بما أنها مبنية على أسس رخوة غير منطقية لهنا المقال بالأساس يحكي على أنه ما فماش قانون ينظم عمل عشرين مكتب مختص في سبر الآراء في تونس ما عدا فصل يتيم بالقانون الانتخابي يفرض عليه عدم نشر سبر الآراء قبل موعد الانتخابات تبقى الحال تنظيم القطاع هذي يبقى من أوكد الأولويات وإحنا دخلين على سنة انتخابية تأثير متع مؤسسات استطلاع الرأي في تونس نمشي ولي قبة البرلمان البارح يعود من جديد الجدل حول قانون المساوات في الأرض وفي جلسة ساخنة تحت قبة البرلمان رئيسة الجمهورية تعرض مبادرتها التشريعية المتعلقة بالمساوات في الأرض المقال نتبعوه ونطلعوه في جريدة الصباح واللي كانت نشرت الحقيقة أكثر من تصريح البارح في البرلمان وحكيت على لجنة الصحة وشؤون الاجتماعية اللي كانت البرح شهدة جلسة ساخنة تشنج كبير من قبل النواب الحقيقة فمشكون أعرب على تأييده لمشروع القانون هذي وفمشكون رفضه تماما لهنا الحقيقة حبيت نحكي على موقف مثلا حركة النهضة ممثلة في رئيسي كتلتها نوردين البحيري اللي وصف القانون بالخطير لأنه حسب قوله يمسوا من نمط المجتمع التونسي ومن مجلة الأحوال الشخصية أنا أوردت لهنا مش اعتباطيا رأي وموقف حركة النهضة اللي هنا نعرفه وزن حركة النهضة في البرلمان وموقفها يأثر في التصويت نمشي ومدمنا مع البرلمان ونحكيه على أسانة سياسية وحتى مشروع قانون مساوية في الارث يندرج في إطار السباق الانتخابي وكي نحكيه على السباق الانتخابي سؤالة رده حسين في أكثر من مناسبة شنو البرنامج الانتخابي زياد كريشين اليوم في افتتاحية العدد من تعجرية المغرب يقول لكل من لا يملكون حلولاً لتونس لا تترشحوا أو ربما يحب يقول بالله لا تترشحوا أما خانتوا الغلاء اللغة العربية طارق ما فماش ما تقابلش العامية متاعنا لهنا يقول زياد كريشين من كان له حلولاً للبلاد فأهلاً وسهلاً به وذلك أياً كانت هذه الحلول مدامة جدية وواقعية ومتنسقة أما من يريد المشاركة فقط لمجرد المشاركة فسيسهم بوعي أو دون وعي في شرذامة الصحة السياسية وفي هزاليا أيضاً هذا رأي زياد كريشين ونشتركوا معاه برشة وينسا في الرأي هذية اللي ما عندوش حلول وإلا برنامج انتخابي مش يشارك لمجرد المشاركة نمشي الموضوع يتابعوه برشة وينسا يهم برشة وينسا اللي يستعملوا الطب البديل ولا التداوي بالحجامة اليوم الشروق تكتف الموضوع هذية وتقول عمادة الأطباء ووزارة الصحة والتجارة التداوي بالحجامة العشوائية خطر هذي المقال وملخص التحقيق اللي أوردته اليوم جريت شروع بالأرقام اللي ذكرتها كيف العادة اثنين هي مرتبة تونس إفريقياً كأفضل منظومة صحياً وعشرات الأطباء مارسوا الحجامة وأغلقوا عياداتهم بعد صدور قرارات تأذيبية من عبادة الأطباء في شأنهم المقال حكي على محلات الحجامة غير قانونية ولم تندرج ضمن الطب البديل ويقول أيضاً المقال أنهم يعملون بلا تكوين ولا رقابة صحية ولا ترخيص ومونير يوسف مقني عميد الأطباء السابق يقول الحجامة تطبب موازن وشعوذة هو روى سمعني باش ما نخلطوش الامور ببعضها احنا شفنا حتى معتا ديجوير عالميين معتا حكيوا له مايكل فابس وعلى برشة أخرين يتدويوا بيترقم تلك الحجامة تبقى هما روى يقرأوها وعلموا وتتقرأ وفهمت ترقل تعقيم المتريال وفهمت ترقم تلك المساجات معتا روى يعطيوها حقها ويعطيوها كهرة احنا للأسف اللي ميرسوا في الحجامة تقول يعمل في الحجامة بلغتنا احنا الحجامة بالرسمة معتا الحجامة بطريقة عشوائية جدا وضر معتا بالعبد هو بشمشي يداوي يلقى روحو في عودي يبرى من مرضى ذاك تزيد أمراض أخرين أكثر وكثر يضر لي وقيد باشي نظموها القطاعات وقيد زادها بشي ما نجموش نرميو جميعا كل بأنهم يكونوا جميعا تتطبب ما نسيش نقولو ليرو قطاع غير منظم وليها معروفة معناها كوسيلة موجودة من قبل من قديم زمان من الجدود معناه يستعملوا مايش حاجة جديدة تبقى إلي بشيقوم بها يزم يستفسر على المكان اللازم ليزم يعرف كيفاش يستعمل معايير صحيح أما يمكن هو طول الرابورتاج يجي في وقت هذية مع الدخول فصل الربيع كما قالنا محرز قبيل على خطف الفترة هذية برشا يقوموا بعملية الحجامة ذاك علش وهنا يعملوا بلا تكوين ربما ما غير مستوى علمي ما غير كفاءة ما غير شهادات تخلي الحكاية يرى فيها العديد من الإخلالات وخاصة تعقيم الماتيريال كما قال لك بضبط نمشي للمتابعات الإلكترونية وعنواننا أول برح استأثر باهتمام رواد مواقع التواصل الإجتماعي وحتى على المواقع الإلكترونية يوسف الشهد يقرر عدم تمديد اتفاقية الملح والقرار هذا جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني وقال لي تم إعلام الممثل القانوني للشركة بقرار الحكومة بعدم تمديد مدة الاتفاقية برشة حديث برشة تنبير على مواقع التواصل الاجتماعي برشة شخصيات زادت فعلة مع القرار هذية بين من ثمن القرار ومن ندده بما اعتبره ركوب على الأحداث اللي هنا بش نحكي على تدوينة لعمر العريض اللي حكي فيها بسفته رئيس لجنة الطاقة وثروات الطبيعية وقال اللي هو كان طالب الحكومة أن تعلم الشركة المعنية برفض التجديد الآلي يقول نحن ننجز ونعمل والبعض اختصاصه الركوب والمزيدة مع الأسف هذا كلام عمر العريض اللي هو نئب عن كتلة حركة النهضة سامي عبو أيضا ندد بحكاية الركوب على الأحداث فيما يتعلق زادت بقرار قادت حاجة أخرى قادت أنه ترويج ما قولت النجاح باش النجم والتمييز اللي يوسف شاد سميته بالاسم اليوم الصباح في شمس أفهم قالت هو في إطار سيناعة بن علي ثاني قالت هو معطي غطي على الفشال بتاعه بأنه يروج معتها للعباد ويخليهم يراوا أنه قاعد ينجح في حاجات اللي هو ريال مو ما عمله مش هذا رايب تبيع بتاع سامي عبو للأرى اختلفت في الحكاية ذي تبقى في الموضوع هذا الكل اللي همنا في هذا الكل احنا كي الكنتراي وقف معطي هم بعض كي بسير التجديد اشني بشي تبدل احسكو بشي زيد السوم بشيون قسل دراشنية بمبرش الناس قالوا بتبيعتنا ولينا كل مسوس معاشنا الملح معاش جونة جملة احنا سوم حقنا طو بشنعفوا السوم البر بقديش قاعد يتبيع خاضر الكل قاعد يتبيع بفرنك الاخر يتبيع بدراشنية لسوية مرتبطة باللوفر ودومونت ميري المهم فما حد شيء واضح في القضية متع الملح نتمنى كما تم معطي انهاء التعاقد سيكو فما حاجة قاعدين نستنعو فيها معطي فما حاجة بديلة وحنا انت يظهر للخليف اللي ساير مش على التفاصيل اللي انت قاعدت معنا هذه التفاصيل العميقة بتاع الموضوع تقنية ليحنا اليوم الخليف اللي ساير مش كون يعلن لحكية بش ينسب بالروح هو قصة النجاح خاتناعف الخليف اللي سار والبوليميك اللي سارت على مسألة الكوت يزال والملح هذية والخليف اللي انت كنت اشرت لطاهم طاعة الاسعار وقدش قاعد يتبيع وانه هذية ثروة منهوبة اتنشوفهم بعد التفاصيل اما على كل هذية داخل في الحرب الانتخابية في الحرب الانتخابية كما قلت فما شكون اللي يعتبرها ركوب على الاحداث مزيدات لكن ايضا فما شكون ثمن القرار هذية كما محمد الحامدي اللي هو نائب رئيس الطيار الديمقراطي من حزب سامي عبو محمد الحامدي كان نحكي على نضالات اعضاء المجلس التأسيسي كانت لهم لحقيقة تحركات كبيرة في هذا الموضوع وثمن قرار استجابة الحكومة للتنبيه بعدم تجديد عقد كوتوزال وانه هنا نحكي على من بين الناس بالحق اللي خدمت ونذكرهم في المجلس التأسيسي شفيق زرقين اللي هو عضو لجنة وكان فاعل وحاسم في الموضوع هذية اخدم برشا فللأمانة نعطيوكم كل واحد حقه هذا الموضوع نقوله ونتعديوه ان شاء الله اكيد فهم مكونات مجتمع المدني وشخصيات التابعة وشانتابعوا مستجدات في الموضوع هذية امر الى موضوع اخر يخص مجلس نواب الشعب اللي صادق على قرض مخصص لتهديب 146 حي سكني موزعة على كل ولايات الجمهورية بكل فجملية تقدر ب700 مليون دينار الاجراء هذية اساسا بشكون لدعم الاحياء الشعبية وتحسين ظروف العيش في الاحياء ذات الكثافة السكانية ان شاء الله ياربي بعض المصادقة على القرض هذية الاموال تمشي نحو تحسين الاحياء الشعبية اللي في امس الحاجة للتحسين والتهديب ديما احنا نحكيه على البلديات وننقضو التراخي نوعا ما لكن بالحق فما البلديات ما تخدم كان بالناس الكل تخدم مع بعضها يتعاونوا ويجتهدوا الناس الكل وفما نقطة احنا اشرناها في بداية الأسبوع هو اعطاء التعليمات كان النجم يقولوا استعدادا للقمة العربية الشرطة البيئية قاعدة تعمل في حملات كبيرة والبلديات زادة كيف كيف اذا كان معناها الناس اللي محيطين كان نجم يقولوا بتونس العاصمة والضحية الشمالية ومطار تونس قرتاج والكيسات المؤدية ليه وطريق الرئيسي متاع كيس المرسى هذيك الكل والروتيكس معناها بالحق كان تمشي تاوى وتشوف احنا تقريبا مزننا على بعد شهر من 31 مارس اللي هو موعد القمة العربية وتمشي تشوف حملات النظافة الليل ونهار وسيارات معناها شرطة البيئية اللي وليت كيمة دوريات الأمنية موجودة في كل بلاسة على طول الطريق تقول عليش هذي ماهوش كل يوم إذا كان احنا اليوم عنا التجهيزات وعنا البيخسونال اللي نجم يخدم ويجهر الوديان اللي ديرين بسفارة أمريكيا والطريق نسكن تزرع في النوار معناها والزينة والطريق كيفش وليت عليش هذي ماهوش كل يوم عليش نستنيه وحتى يجيون نظيف من الخارج مش نعملونهم هذي مش جديد هي حكاية عقلية أكثر أكثر مستنسي نحن وقت اللي يبدأ فهما مثلا رئيس جمهورية مثلا خارج ماشي عيد الجالية ماشي البنزارة منها يقول اثنية هذيك إذا كان ماشي للشهدين هي اثنية لخرى أما ماهوش بالطريقة هذي إذا كان احنا اليوم بالحق البلديات عندهم الامكانيات بش يقوموا بالخدمة هذي وعندهم البرسونال عليش ما نشوفوش هذية كل يوم عليش ماهوش حق المواطن في انه عيش في بلاد نظيفة بضرورة السؤال يقضى مفتوح يا فتن ممارسات موفيتش مش نختم بموضوع هو كان محل آخر دراسات التي أجرتها وسائل أعلام غربية ومراكز أبحاث في عام 2018 نحكيه على العنوسة نسبة تونس قديش 62% هي نسبة العنوسة في تونس لبنان تتصدر القائمة بـ 85% من العنوسة هنا مناش بش نحكيه على الاختيارات الشخصية بل بش نحكيه على إجماع على التشخيص الأسباب هنا الباحثين يجمعوا على أن الأسباب أسباب تأخر بطبيعة الحال في الزواج تعود إلى ارتفاع المهر والأعباء الاقتصادية تفاشي البطالة وارتفاع السكن وتكاليف المعيشة مقارنة بالرويطب المعروضة الحقيقة نسب مفزعة جدا كنحكيه على 85% و 62% و 70% في سوريا والعراق المجتمع والعالم العربي يشترك الحقيقة في التدهور الواقع والوضع الاقتصادي فيه أقول هذه المعلومة وأمضي أنا واحد من الناس عندي مع ترأي في الموضوع هذه 62% كلمة عونوسة في حظ ذاتها ساعر عنا فيها نظر عنا فيها كلم لأنه هي الكلمة معتها نسبية نوعا ما يخط فما ناس اختيار منها هنا تحب ما تعرسش لا يمكنش على الاختيارات عونوسة بغبوغل شنو على خاطر معاتش فمع مرر معناها للزواج طوال عقلية تبدلت المودة في تبدل الناس والتي تقرأ أكثر والتي تقرأ أكثر والتي عندها طريقة أخرى في الحياة تقبل كان معناها البنية في عمور معين يلزمها تعرس اللي هو البنية تختار إنها تخدم وتعمل كرب وتعمل دار ومن بعد كان جاء العرس وعليش ما نحكيوش العونوسة كيبدأ عند الرجل معتها الرجل هو 62% تجمع النساء والرجال هاو مش هاتك أنا حاجة علش هما حدك يسميو وسميو كان العربك هاو علش ما تسميش أنت اللي هي أكثر بلاد فيها النسبة متع الناس تعزف عن الزواج اللي هي اليابان اليابان ري نسبة قالك نسبة رهيبة جدا إنه اليابانيين معادش يحبوا يعرسوا معادش بالنسبة لهم عندهم قالك مشاغلهم يحبوا يخترعوا ويحبوا عندهم أمور ويحبوا يتفرد ويحوسوا برسا هذا الضبط هي حياة أولويات ترى أنا رأي نسبة كما هكما بالتغيير اللي قاعد يعيش فيه التونسي وبالأزمة الاقتصادية تتغير الأولويات والعرس ولا معادش أولويات هي نقطة نظامنا قلت مانيش مش ندخل في الاختيارات الشخصية مش هل كنت ياهنا مش هل كنت ياهنا مش هل كنت ياهنا تقطع الأرقاد محن نحن نحن للمقالة عنده زيدة خطرين بدي أتحفظ على كلمة العنوسة والعنوسة لهنا ما تهمش النساء فقط هم زيدة الرجال و 62% ما ترجل قلوله عنص على كل حال هو 62% ونرجعوا لتشخيص الأسباب والمسببات وفما الناس يا حسين متعرف أنت معناه برشا رجال والأكيد عندك صحاب يحبوا يعرسوا وما يلقاش كيفاش واللي عرس في الكري واللي مسكين معناه ما يلقاش حق الكري وبالتالي موضوع متفرع جدا كنت أقامل أني وندخل في خانة الأمال نختم بموضوع إيجابي ما حدثت لماذا إذراب المحروقات في المقالات من المنتظر أنه 1-2-3 مارس بشيكون إذراب في قطاع المحروقات قعد أدخل لحظة نحط ليه نحط ليه خاطر جينيرا الموكي نحط المخاكي في أخر وقت يبطلوا وما حتى لطوى ما زال ما فاميش إلغاء للإذراب هو يفيت نطوى مثلا أنت حكيت على الإذراب هذي للمحطات التوزيع الوقود مليانة بشكل رهيب جدا مكتظة معناها روخ بركي من أكيم شأنه أنه يخلق الفوضى في الكيوسكي الكل وبالتالي معناها لحظات من الآن أنت تشوف كلهم يفرغون على خاطر ثلاث أيام روما همش شوية دونك الناس اللي تستعمل الفسائرات يزيما تقرح سيبها مش أول مرة رو ينسيوا اللي مش يصير معتها لإذراب ومبعد ما يصيرش ويذر لي الأحكاية دي ما إلغاء متاعه يصير نص الليله دي ما في أخر وقت أحنا طب أقول الموضوع زمينة بولبيبة بش يكون بعد شوية في معرض الكرم ينقل لنا الأجواء بنسبة لمعرض السياحة وتو نطلب منه أنه يتنقل لنقل لنا الأجواء اللي موجودة في محطات بيع البنزين نمشي وناخد ساعة معلومة اليوم وإلا هي من المفروضة تكون فيديو لكن احنا بش نقتصروا على البلاغ اللي كانت نزلتوا لتلفزة الوطنية البارح على إثر تعارض تقم التلفزة للمضايقة والتهجم اللفظي والميدي وصل حد قطع البث المباشر على الكاميرا الرئيسية أثناء نقل مباراة اتحاد تتوين ونيدريا دي لاسفيقسي في ملعب نجيب الخطاب في تتوين البارح كما قلنا تستنكر مؤسسة التلفزة التونسية ما حدث لتقمها الذي أمن بث المباراة وستعمل المؤسسة على استرجاع حقوقها المعنوية بعد الأضرار التي ما فتأت تلحق بأعوانها وبقية التفاصيل تلقاوها في البيان لأصدرته البارح التلفزة الوطنية كل التضامن مع الزملاء وهيش أول مرة ونتمنى أنها تكون آخر مرة ونتمنى أنه يخذوا الاحتياطات اللازمة حتى ما تتعودش تتكرر على خاطر في الأخر هي تبقى مباراة رياضية مهما كان الريهان متاحة ويقعد الموظف سواء كان صحفي إلا تقنيره ويخدم في خدمته وما عندوش حتى دخل في أي قرار سواء من التحكيم ولا من الجامعة وإلا من غيره هو ذاك عليش ما دخلوش بالأخص التلفزة الوطنية الناس قد تخدم في خدمة توفر في خدمة للناس يكونون تدخل أنت يتسامى معتها جاءت أنه غتالوا كاميرا فما يضربوه آخر مرة زمينا أنور كان نتعرض لأعتداء معناها بحجرة يضربوه عليش أنا أفهم للحب يضربوه عليش يمدخلوه ما فهم حتى سببه حتى حاجة ما فهم حتى سببه في الآخر مواطن تونس يمشي يخدم على روح يروح الدار والعيوته بستة غرز ليه حاجة ما يشمع قوله هو ضربه عليش لأنه منصنا تأصحفيين للأسف مو بيحة للناس الكل للناس الكل صحيح طرق الناس الكل تقال تحوص منصنا صحافيين نحن نتمنى أنه بما أنه اللقطة تم تصويرها بالفيديو السيد اللي عمل الاعتداء يتم تتبعه عدليا وقضائيا حتى يكون عبرة للناس الأخرين أي واحد نهاريخر يخطر في بيله أنه يعتزي على فريق التلفزة وإلا حتى على تجهيزات التلفزة يعرف إلي هو بش يتحاسب مش بش تتعدى لحكيه وبسفوه ومصر شي لأنه صحفي في الحالات الكل هو الدورة متاع ونمشي واسل معلومة اللعبات ومعطهم عنده حتى دخل بش أنه يقلب ناس على ناس ولا يكون داخل فيه أنتي ما تفهمش معاه ما عجبكش تتمشي بتاعه وتنجب تشكي بي صحيح عليكم مشي لأخبار الريجابية طويتون قايد خلينا في الأخبار الريجابية نمشي للمرسة المرهدي بش نحكي على رئيس بلديات المرسة اللي قادي عم في حاج جدا قادي عم في فورو مجهود كبير برشا سيا السليم المحرزي أول حاجة كان عملها هو موضوع أنه مشي لسينما الحمرة عمل معاهم كونفونسيون سينما الحمرة مع شركة ناقل تونس ومعاهم مركز التونسي للسينما والصورة على أساس أنه مشي عملوا دو ديفيزيون صغار المدرسة الابتدائية الموجودين في بلدية المرسة الكل كل مرة يجيبوهم يكونوا موجودين معتها يتفرجوا في فيلم ملف للم طريقة بشي تلمذن طعام المدرسة الابتدائية تكتشف السينما وأنا أكد لك أنه مفهميش تلميذي يحب السينما واليكتشف السينما في صغر ولا يحضر النهار العرض السينما لا تقعدش الصورة ذيكا مبيل عينيه وراهه أن أكد لك وبرشا يتفرجوا فيه معتها مناش نحكيه المرسة المرسة التي تسمى قريبة من المناطق اللي فيها السينماوية مناش نحكي المناطقنية للناس اللي تعرف السينما كان في التلفز يسمع كلمة سينما كان في التلفز مين با يرأى السينما وعمره محضر قاعد السينما وعمره محضر الدفزيون طعا فيلم تعني لهم برشا الحاجات كما هكا مبادرة النموذجية نتمنى هو تتعمم أنا ما نتصوري سجيل سالم طعا في سينما حتى في منطقة داخل الجمهورية وتقول له مثلا خاصة سنهير من العروض حتى فيلم تعد سينماية ولا دوكيمانتير ولا اللي هو للأولاد صغار يقول لي أنا أكد لك معتها خاطر الدورة بتيحهم ثقافية وخاصة أنه معناها في الظواحي متاع المرسا فيل رأوا فم أحياء شعبية زدا فم ناس ظروفهم على قدهم صغيراتهم من عندهم الحق أنهم زدا هما يتفرهدوا ويشوفوا سينما المنديرس اللي تاتيك معناه اللي يتابعين للدولة من حقهم أنهم زدا هما يحسنوا شوية في نوعية الخدمات كن نجم نسميها اللي تصدى لصغيرات دونك أنه دخلوا لهم للسينما حاجة مهمة جدا نمشي لأخبار آخر ممكن معتها لأخبار آذائي اللي هو التتويجيات العربية اللي قاعدة تصير أنه الرجال التوينسا الأكثر إثارة عربية التتويجية نعم نعم التوينسا اللولة العربية السادس عالميا العراق الثانيين كنا نعطينا قبل حاجة كما هاك ما معتها من مصدر آخر مصدر هذي دوتشي فيلا برنامج شباب توك يحكيوا على التوينسا وين نجم يوصل وقالوا شباب الأكثر إثارة أنا قلت في قلبي أنا قلت إثارة وانتي نحكيك على سراحتك أي حاجة تكون إيجابية أنا نحكي عليها إيجابية حسا بش تغير لنا الواقع عمتاعنا دي الإحسائيات حاجة كما هاكت تكونوا حطوا دي سبونسور على التوينسا وكذا ونجيوا مركات عالمية وكذا ويكون فهمة توريز وبرشة حاجة بلنمشي لحاجة مدام نحكيه على التوريز بنحكي على ريني ترابلس اللي كان قرر إنه هو مقترح مجرد مقترح قال لي هم عليش ما يمشيوش معتا نحكيه على إطلاف الحاجات الارتزانالي اللي يجوا من بره واللي هم المصدر متاحها معتا مصين ولا من أي بلاد أخطى تونس لهنا يقول قيل عليش لفسيدوا عليش حاجة مشا كيك نعملوهم بتا ونعودوا بيعوه اللي صار شنية شور بحضة عاد كيبش نعودوا بيعوه إفكتيف مو نعود نرجع لك الحاجة صارت في تايلندا في تايلندا في وقت من الأوقات كنوا يستوردوا برغم أن تايلندا بلد تصنع برش أما كم يمكنوا يستوردوا برش من الصين شعاملوا لمهم في شرعة كبير جيبوا لديك متاع الأشغال كنت عرفها وحطوا الحاجة المستوردة ورحاوهم الكل وكان تربية للناس اللي قادة تجيبهم بره معتا رأوا أنت حتى كن حجزولك وعندك كتف في الحاجز وكذا وعطيته حويجة وخرج لك ونزه بتبيع مرة وفهم اللي يعملها كمان فهم اللي يعمل بخرج لك السلعة متاعك تعاود بتبيعها مرة أخرى السلعة الصينية بيش تقعد الدور بيش تقعد ديما في السوق بيش تقعد دور بيش تقعد موجودة إن شاء الله هذي بيقاتش مجرد اقتراح إن شاء الله يتعديوا للتفعيل هذي ما ضحكينا فيه البارح على الحاجز وإن شاء الله يعملوه في شارعة كبيرة شارعة كبيرة في العاصمة وتمشي كوثر تصور تكون حاضرة معتها والله هو المقترح ينجم يتنفذ في ياسمين الحمامات فكلفضائيات التجارية وهي موجهة موجهة معناها للصنعة التقليدية اللي اكتسحتها سلعة الشنوى دونك في كيس كبيرة وتصير العمليات معناها هل إنه المنتوج نهيئي بشي يتلفو وإلى خطرحات المواد الأولية قاعد جينا مش نوى مواد الأولية في صنعتنا التقليدية أغلبها تجي من الخارج لكن احنا نحكي وعلى المواد المعروضة للبيع اللي هي تكون مقالدة على صنعة التقليدية هوش بد مثل تايلندا في تونس احنا وصرنا عملنا لم ينك المواد مساحقة تجميل للمقالدة وحطينا في صحة عامة وكسرناها على كل حال هو قال في تايلندا تربيوا وإحنا لحد الآن ما زلت مواد التجميل المقالدة ولي عندها ضرورة كبيرة برشة على الناس وخلي عاد من المواد الغذائية وخلي من درشين باللبس هو مرش كبيرة ما رو ساعات به هو يقعد ديما اللي بيع معناها عنده هجس الربح ويلقى مخشي ما يسلمش فيه أما الاستغراب الأكبر يكون من المواطن وخاصة المواطنة اللي معناها عندها من المفروض درجة وعي وتيقف على نصبة متع مكياج وتشري معناها ما رشنا بخمسة لف وبثلاثة لف شنو اللي تنتظر منه معناها وصل على تقليدية نفس الشيء معطي نفس الشيء دعنا تكي حتى على حويج مثلا البارح كانت فهمها حملة بارح والت البرح في ولي تارينا كهو للملابس اللي شابيهم برر ملابس المستور داري بلاش فتورات نسميهم معطي بين قوسين يا أما تهريبي يا أما تجار الشنطة يلقاوا أنه على الأقل مقيمته 500 مليون ما تحكي وعلا شتر مليار شتر مليار حويش قادة دور في السرقية متع الناس اللي تشري وهي ما هيش داخل أبيتورق ما بعد حكي وعلا تكسيل التونسي كيفاش نحاولون ندعموه التكسيل التونسي وقت ليلقاش المنافسة نجم نتصور معطي يطيحوا في الأسوام تولي الناس تيخوا من عندهم خاطر نحن لقى حاجة تونسية لقى منخوش منه أما يبدلوا الاسم أنا بالانكلية ونعملوا اسم اسبانيور ولا حاجة آه أوكي هذه الظهر اللي سأل عمتع برأني أخوه فهم مشكلة بتاع عقلية للاسف مشكلة كبيرة برشة بتاع عقلية إذا كان هو اليوم فهم مشكلة بتاع عقلية رفهم زيدة تقنيات بتاع تسويق وينجم المصنع التونسي بين ظفرين يتحيل إيجابيا في أنه يعرف كيفاش يسوى قلما توجم تاع ما زيدة الدنيا تطورت يجب نعرفوا نوكبو التطور ونقعدوش محصورين في الحاجات التقليدية صحيح في بعض الحاجات نمشي المرة هذه الانجليزية اللي قادة تجبد فينا تجبد فينا مش بالباية لما حالا حكيت على أخيب البنائيات الموجودين حول العالم من أخيب البنائيات كانت اختارت وتي للبحيرة تونس وكان هذا معتمل كل مقال عمل شوية ضجة في الأوساط الموقع التواصلة عليش لأنه يجي في فترة احنا أصلا عدنا عليهم عليها ان دي بال جي في فترة اللي الناس قاعد تحكي لأنه بشي سير معتها الهدم متاعه وكانت بلدي تونس خرجت بالي خالت لموصلنا حتى تشايف الموضوع عذي والناس قاعدون برشا قاعدين يحكيو الدرجة اللي قالوا فما علش تكلمت هكا فما علش تبقى ما نشوف شنو خائب معتها معش وبنسبة لنحنا يعنينا برشا بالخصص الصغار والجنراسيون كانت تسمى من أكبر وأحسن البنايات نتصور نجمه زينه شوي نتصوره كان يعملوه كله بنوار شوي واحد حشيش هو يأين يدهن يكفي أنه يتدهن نرى معناها هو عنده سنين الله على نفس الصيغة ونفس الشكل يعملوله ترميم يكفي أنه يتدهن وبطبيعة تدخل عليه شوي حاجة موديغ نجمي يواصل أما أنه يتم تصنيفه معناه من أكثر البنايات بشاعة هذا ذو جاردين تعرف مجلة شهيرة وعندها تأثير كبير برشة في العالم ملينة طبعا فيها بش نحكي مرادية على تونسية نجحت أنها تكون واحدة في العيون متاع مجلة فوق عربية نحكي على أماني السايبي لأنها اختصت هي من كان في حاجة سبيسيال من كان يسميهم ليرونت ليرونت هم النساء اللي ممكن الأكبر الحاجة البدينات البدينات وكانت هي متميزة على الأخر واختروها أنها ممثلة لأعداد الماركات العالمية تونسية عمر 22 سنة اختارت تكون متصالحة مع بدنها ومتصالحة مع روحها ورأوا في نجيحة كبيرة تكون في فوق عربية مش سهل وإن الانستجرام تكونوا يتابعوا فيه مع تلاليف حول العالم هذا نجيح آخر ينضاف إلى التونسيات وتعرف ميدان كما هكا ما هو سهل اللي يجي يدخله بش نحكي لحاجة تهمنا لكل اللي هو تخص اليوم العالمي بدون أنترنت بدأوا يعملوها بدون فيسبوك مش بدون أنترنت الاحتفال هذه تقريباً بدأ من 2011 بدأ في فرنسا وبدأت تدعم في 2013 اللي هو كان البيك متاعه تقريباً 33 مليون فرنساوي قاطعوا فيسبوك اليوم كانت عنده خسائر كبيرة لفوك أما طوى الناس بدأت ترجعنا حتى حبيت نعمل صنداج على صفحة متاعنا ومزامة وصل الصنداج على صفحة فيتونس فيسبوك في تار المقاطعة الحق تعربي الناس كانوا قنات لاكثر يجاوبوا لا من نجموش لأنه خطر تواب برشا ناس اللي تمرتبتة أنا نحب مثلاً نقضي حاجتي بواحد يخدم معاي بالفيسبوك باش نتعامل مثلاً مع صديق يخدم معاي ولا حاجة باش نبعط له تصور ولا حكاية بالفيسبوك فيديوهات حتى مهم حتى الناس اللي تبدأ مثلاً اللي تحديث مثلاً يخدموا بعضهم ولا حاجة بالفيسبوك روشيرش نستخدم معلوماتها من فيسبوك ولا معطا حاجة كما نقول حاجة حياتي حاجة النس كل تقاطة تعيش بها وهذا دليل كبير برشا على درجة الإدمان اللي وصولوا لها الناس كل أنا جربتني قطت مدة بلاش فيسبوك مالاول قد يشارجي تروحك ممكن حكيت أربع شهور قطت مدة به بالفيسبوك ولا ما كانت كانت فترة مالاول صحيح تحس بمموك تحس بزمني نعمل حاجة أما بلاش فيسبوك مش معطا بلاش جوجل معطا مشيت شفت حاجات أخرين مشيت عملت اليوتيوب زادة تلقى مثلاً بحر كبير يسر تلقى مثلاً الويكيبيديا زادة بحر كبير يسر فيسبوك جزء معطا مرحلة مرحل أما تأوي يظهر لي متى جمش نخليو عليها لأنه جزء كبير برشا من أحياتنا خبار آخر باش نحكي المرة دي باش القمة اللي صارت مبين رئيس كوريا الشمالية ومبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأنه ممكن الناس ستحكيوا على القمة في حد ذاتها واللي يظهر المخرجات المتاحة ما تفهموش غادر الفيتنام ما غير ما تفهموه ما أنا باش نحكي لحاجة أخرى صارت اللي هي كيفاش وصل الرئيس الكوري كيفاش وصل ممشيش بطيارة ممشيش بطيارة مشي بطيارة ترام سبيسيال المتاع هو في تسعة قاطرات وفيه ترام يبدأ من قديم اللي هو ترام متاع الحرس متاع ووراها ترام واحدة خمتاع الحرس وكلهم بلندي طلع قطاع أربع يمشي بسرعة ستين كيلومتر في الساعة هذي اللي خاليه يمشي برشا قديش من ساعة قاعد في الثنية نهارين ونص نهارين ونص مشي معطها للصين ومسيين مشي لفيتنام ويظهر لي معطها طريقة خاصة أوريجينال أول مرة يعمل حاجة كما هك وهو مثير للجدل بتبيعته رئيس كوريا شمالية وأمريكا رأي فهم عليش معطها قاعدة تفاوض معاه لأنه سوق ما نقوله سوق فيرج متاع كوريا شمالية تساور معطها مش انترنت جملة معطها تساورات كانوا مش يدخلو لهم الشركات الاتصال والانترنت قد يشبش يدخلو فلوس يعادة البنية للسلع ما عندهمش انترنت معناه ما عندهمش لزابليكاسون اللي عنا أحنا لأ ذاك كي نحكي وعصين ما عندهمش لزابليكاسون أما أكثر بلاد في نسبة الربط بالانترنت هي كوريا شمالية معطها العباد اللي عندهم أكسية الجيش والقيادات والسياسة والرجال السياسة عندهم أكسية لانترنت أما قية الشعب اللي هم البرتسنتاج الكبير تقريبا أكثر من 95% مش شعب ما عندهمش أكسية لانترنت ما يستعملوش لانترنت هذك على شيئ هلين يخدموا حتى همون لا ولو أنه بلاد محطة بعض البلوغير وكان فهم بلوغير تونسي مشي الكوريا شمالية وخرج تصور من كوريا شمالية البلاد معطها مزيانة برشا معطها حتى فريسي ركتور وكل شاي معطها كل شاي كامل تبقى أنه ما عندهمش المكتاع في الأسمالية توقع أنه تخلي أن الناس كل تشبع لبعضها ونس كل كيف ونس كل تتعامل مع بعضها هم اختاروا أن يكونوا منغلقين على رواحهم ما قعدوش برشا لإغرائية متاع مريكي ذو اللي واضحة جدا وقال أنه مستعد يتخلى على السليح النووي لكن توسطوا الاتفاق معين الاتفاق شني بشيكون هذا كان بعض نعرفوه إجراءات أمنية ومعناها حاجة كبيرة ياسر أثر على حركة المواطنين وعطلهم ياسر وثلاثة ترانيات وواحدة بشعادة على فرد سكة ومفلوس معتل الإجراءات الأمنية وعمليك تأمينه أكيد رايكين تصعيبة ياسر بالنسبة للأمن ديزيل الكوبتير التابع أنت واحد كواحد اكتفن معتك قضية 4000 كيلو بيتر ومش شوي به يا تيك صحة مرحبكو حسيم شكرا لك كوثر نتقابل نهار الاثنين وغضا يكون معدكم مع البيستوف وأبرز الفقرات اللي عارت دينيها بالنسبة للأسبوع وهذه بعد شوية جينا حانين جسمي وتعطينا تبارت اليوم شوية أفكار للك وجينا للناس اللي بدت تتخمم مش نوالي بشتايب الفطور قبل للناس لكل نمشي نسمعها شبشير ثم نرجع ونواصل وإستقبال ضيوفنا